نسمع اليوم بأحد الصحف أو على مدار الأشهر اللي فاتت سوري أتل سوري طعن سوري ضرب سوري بزا سوري ما بعرف شخبط بدري وين سوري كتب على حية كذا كذا وسوري وسوري يعني أنا هنا عفوا مشان ما نكون سوري ومن في حكمه يعني إن كان فلسطيني إن كان كردي إن كان أي شيء احنا مشان نكون دقيقين وما حدا يقولنا بالضبط لا لا يعني هلاجئين هدول وهذا الشيء يعني إجت مادة دسمة لطيفة جيدة كل الأحزان استغلوا وكله صار يحكي فيها طيب لما نشوف هاي التصرفات يا سادة يا كرام هاي فينا نتجاهل ونقول إنه هذا الحدث غير موجود وهذا الشيء يعني وبيجي واحد بيقول لك يا أخي طبعا بيحكيك العلاقة يا أخي أنت عم بتشهروا بالسوريين يا أخي أنت عم بتحكوا علينا يا أخي كذا طبعا بنفس الوقت ما فينا ننكر اليوم بنشرة الأخبار كتبنا أكثر من الأشخاص اللي حصلوا للجنسية نفسها ويا مين سوريين بالربع الأول بالربع الأول من العام الفين واربعة وعشرين فبالتالي في شريحة كتير ناجحة ولكن في شريحة على ما يعني ما رح نقول لا يعني اللي ما أخذت جنسية ما له ناجحة مشان نبتبه نعم يعني في ناس عم ما تسعى للنجاح ولكن في شريحة واسعة جدا عم فعليا هي عم ما تعمل لأنه عم ما تحاول ما بعرف كبه التصرفات فردية أنا سؤالي هاي التصرفات أنتو كسوريين كل واحد منكم كيف يتعامل معه مي بحب هلأ بمعرفة حيزك هذا من فترة تقريبة مشي سبعين ثلاثة حكينا أنا وعبد الحكيم بهذا الموضوع وبعض المنظمات السورية الموجودة هون بدنا نعمل مثل نجتمع ونشوف وين منابع المشاكل بالنسبة لحسب الصحف النمساوي هني عندهم نقطتين اللي عم نصيرها المشاكل الروي من البلاتس والكبرة بلاتس نحن يا طيب نحكي سوريين مطلوب مننا نعالج يعني مثل ما أتلك ثورة هو عامل نفسي هدول أنا أنا من سكان الحياة العاشر نعم صلي 8 سنين المشاكل هاي من 2021 بدأت كلهم شباب صغار كلهم معروف يعني نبين أنه ما عندهم أهل نعم جاي لنا نفسه هذا العامل النفسي تماما نحن بدنا نسعب نعمل تجمعات من الناس المختصين نفسي عالم مثل ما أقولوا وجه منطقته نطلع ندور على اليون نحاول نجمع نحاول نعمل ندروس توعية وهذه الأمور كلها ولقيته استجابة يعني للناس هلا نصح نحنا ما بدأنا نحنا فكرة موجودة إن شاء الله جميل بس عم ننصق مع المنظمات الثانية مثل مين المنظمات الثانية هلا في عنا هي جمعية تكافل جمعية خيرية نعم في عنا الشيخ محمد عواد عنده مركز رواد المعرفة للعلوم هاي نعم لازم يكون هنا في نوع من الأنصاف لا لا أصلا اللي إجو بالفترة خيرا نحكي بتلات سنين الأخيرات اللي إجو من وين إجو فينا نقوم من المخيمات من أماكن نزحوا عليها يمكن ما متعلمين أغلبون أنا شفت الكورسات في منهم ما بيعرفوا يكتبوا ولا يقروا عربي طبعا ما بيعرفوا اللغة الأم طبعا اللغة الأم أنا ما عم بيحكي عن الألماني فدولي عندهم مشاكل نفسية عم يجوا لهون ما حدا عم يستوعبون ما حدا عم يرعاهون ميت أصدق بحدا منظمات ما في حنا منظمات هون يعني ما أصدق ما في جالية ما في جالية سورية ترعاهون المجنسين المجنسين القدامة هون ما كلفوا خاطرون أنا يعني لأسف بحكي أنا معني يعني ما بعرف شو ظرفهم بس أنا عن تلكي يعني على الأقل أنه يا أخيها دول جايين جدد وفي مشاكل اللي عم تصير أنه تتكون لجنة في دكاتر نفسيين عندنا عرب هون أو سوريين ممكن يستعام فيهم مرشدين مختصين يعني هاي هاي الشريحة اللي جاي بآخر ثلاث سنوات هدولي جايين من القاع إذا بدنا نقول يعني معلش يعني هدولي جايين من مناطق المخيمات جايين من مناطق الجوع مناطق اللي النزوح يعني شو بدي أقول لك فنحنا أنا ما عم يقول لك أنه هني الصح لا أكيد يعني بس أنا ما فيني ما فيني يكلفهم أقول لهم والله أنتو عملتوا هيك طب أنا ما بدي أشوف العامل النفسي أنا بنتي في العشرينات إذا جاي لحالة وما حدا معها شو بيصير فيها مثلا أكيد حتروح تنحرف بمكان تاني فكل واحد يحس يحط مثلا حاله مكان هذا الشاب يعني أنه فأنا برأيي أنه لا تقع المسؤولي فقط على هؤلاء الشباب طبع المسؤولي أيضا عن ناس الواعي هون حتى إن كان مشايخ إن كان أطباء يعني المجتمع كله كجالي سوريا لا فينا نقول شغلة أنه اللي يجوا بالفترة الأخيرة هن هدول الموجودين إما بمناطق الشمال السوري المخيمات التركية هالمناطق أو تركيا أو تركيا عبدالحكيم بتحمل أنت مسؤولية هاي النوعية من الأشخاص اللي لا عندهم لغة أم لا بيعرفوا يحكوا بتقولوا بالألماني أنه معده كل طور معده معادات وإجوا فجأة صاروا هون يعني مع الأسف إما عني فين ارتكبوا جرائم أو في منهم صراحة نتحول لتجدار مخدرات والأكثر من ذلك الأخطر وربي بشر عبدالحكيم ما بتحمل هاي مسؤولية ما برأيك أول شي هدول ضحايا نظام الأسد المجرم دول الناس عاشوا بالمخيمات بدون تعليم بدون مدارس بدون أي شي أغلباً أجي لهم ما بيعرفوا لا يقروا لا يكتبوا هل بس النظام الوحيد بتحمل النظام والاندماج هون نحكي نحنا المكان اللي إجوا منه يعني قاسود ما بتحمل النتيجة برأيك بتحمل النتيجة باكبار هن لجأوا هن بالقص يعني ممكن هدول ولدوا لاجئين بشكل أو بآخر طبعاً أو أكبراً عمروا عشر سنين أو 8 سنين أثناء الثورة أو بعد الثورة فعلي هدول كانوا أطفال فهدول اللي ربيوا يا بالمخيمات يا بالمناطق اللي يقال عنا محررة يا بالمناطق اللي بسيطر عليها يعني جماعات معينة لحنا كجالة سورية حرة مفروض أن نحتوي هاي الناس مثل ما قال أخ أبو جعفر نجتمع مع جمعية تكافل جمعية رواد رواد المعرفة ونحط وصعص لهذا الشي ونروح على الموقع بزات مثلا على الرويمان بلاتس على الكيبلا بلاتس نشوف شو وضعها الشباب بحاجة شو طب إذا واحد إجاء لك أنا لاجئ وما عندي إقامة وبأخذ 40 يورو بالشهر وفعليا حتى ما عندي مكان يقويني وأهلي عم يستنوني لآجي وما مع مصاري آكل ومضطر أشتغل بالمخدرات مضطر أشتغل بتهريب البشر مضطر أشتغل أي شغلة شو بدك تقول له هذا والله ما بعرف شو بتقول له عبد المحمد شو ممكن تقول له هذا الشخص هلا هذا شو وصله على الشارع عم بقول لك ما عنده أي موارد إذا أعطاك هذا العزر وقال لك أنه الدولة هنا لا أمنت لي مكان وإذا كان مفروض بمنطقة خارج فيينا وترك المكان تعرف الشهر اللي طالب النجوم بترك المكان فما عنده أي حق بما فيها التأمين الصحي هذا كيف تحكي معه على هيك سؤال صراحة تمام ما في جواب بالأسف ليش؟ نحنا صارت هاي لأنه مثل ما بقولوا اجتهادات فردية نحنا نسعى أنه تكون أي منظمة دولية بتابعة النمساوية بتكون معنا لما تكون معنا منظمة دولية برأيي شو زك منظمة دولية يعني أي منظمة بتابعة للنمسا مثلا مثل لنا نفترض إذا بمعنوا أطفال حكومية تمام منظمة حكومية بساعاتها إذا تواجهنا لأي سؤال نحسنا نجاوب عليه أو مثلا نلاقي حل نلاقي جوابنا بس بدنا حل يعني هذا الشخص اللي ما أخذ إقامة وهذا يعني للأسف يعني من الإجو أخر ثلاث سنين يعني إذا ما بنا نزاود كتير تسعين أو خمسة وتسعين بالمئة أنه إجاهم رفض إقامات الإجوة وفي شغلة تانية هلأ عم يصير هلأ عم يشجعوا عليهم موضوعهم أنه بدك تاخد إقامة بدك تطلع برد الكامب عادي تخلى وطلع يعني تخلى وطلع ودور شغل على كيفك وهذا اللي خلى للتجار الكبار تستغل هالشباب الصغار للأسف طيب يعني أنا هون نفس الشيء يعني صورة هذو الأشخاص اللي فعلا هن يعني صاروا بشكل أو بآخر مرميين بالشارع ماشي مرميين بالشارع وما عندهم أي شيء وهن فعليا مع الأسف الشديد يوم عن يوم عن بسيقوا يعني الحي العاشر أنا مقيم بالحي العاشر يوم الحي العاشر من رومي بلتس لكيبلر بلتس كما يقال بالعرف منطقة منزوعة السلاح منزوعة السلاح يعني وحطين ما يقولون أقسام أقسام شرطة يعني فعلا أنه وهذا التصرف يمكن بتاريخ النمسا ما صار وإذا صار إذا صار يمكن هو بس فقط بفترة كورونا بفترة فيروس كورونا صار فيه يعني بس هذا الشيء على كل الشعب ففعليا كيف تشوفي ثورة أنه هذا الشيء أنه احنا ما نحن والسوريين يعني صراحة في كتير جنسي لا 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 في كتير جنسي يالساهم بس نحن عم نحاول أن نسلط الضو صراحة عن ناتقي بالعربية اللي هلا عم يسمعونا ويشاهدونا هذا اللي بدي أحكي أنه العنف ما هو بس مختص بالسوريين يعني حتى كمان ما نقس عليه هون كتير هلأ أنا بتصور أنه الدولة النمساوية هي مسؤولية بالمرتب الأولى عن هذا الموضوع هي ما حققت له للأمان في منهم كتير مثل ما قالت أنت ما أخده أخده إقامة أخده رفض أو أخده سنة وتحولوا مثل ما قالت لتجار أو بدون يعيلوا أهاليهم لأنه أصلا أهاليهم بعتوهم مشان يعيشوا صراحة يعني أنا بحمل الدولة النمساوية المسؤولية الأولى إضافة برجع بلك أنه نحن مسؤوليتنا كسوريين أنه نحاول نضبضب الأمور لأنه كمان في شيء في حدا بإيده يعني يزولوا مفاصل اللي بيقدر يضبضب حدا لأنك شغلي على الفيسبوك مجموعات كبيرة والله عم تتمسخر على دول وهدول يعم يشوفوا اللي عم ينكتب يعني رح قل لك ولد بعمر الخمسطاح ستعاشر سنة عم ينكتب عليه على مجموعات فيسبوك وعم يتمسخروا عليه هو حيعمل رد فعل رد فعل أعنف يعني ممكن يتصرف شيء كمان أقصى فإنحنا ليش ما بيتضافروا هدول السوريين بجهودهم بيتضافروا أنه على الأقل نوقف هاي الحكي البوستات أو الحكي اللي ما بيجي بنتيجة رأيي أنا ما بيجي بنتيجة عم تشوف موضوع قانوني بالنسبة للدولة ونحنا موضوع اجتماعي نفسي عبد الحكيم أنت باعتبارك يمكن مشرف على كتير يعني نشيط جدا أنت على الفيسبوك على السوشال ميديا وعندك حتى أصدقاء باللغة الألمانية ونمساويين وغيرهم فعلا كيف تتعامل مع حالة التنمر وحالة الاتهامات والكيل بأكيال الاتهامات للآخر وهذا لأنه هيك فهيك يعني عبد الحكيم كيف تتعامل مع الأمر بتتعامل مع الأمر في روية وشوية عصبية يعني هلأ مثلا أنا بكون بالشغل أو بأي مكان تاني إلي علاقة مع المساوية كتير مثلا بقول لي شو قصة السوريين ليش كل نهار مشاكل بالجرائد شاف سوريا عمل هذا الشي سوريا عمل هذا الشي يعني بقول لي أنتو كلكم هيك النمساوي النمساوي عنده طبع بغير نظرته بموقف صغير بخبر صغير طبع هاي الأخبار اللي عم تنتشر بالجرائد مرة بطل شهرين شهرين وربعض كل نهار بخبر بالجرائد سوريا عمل كذا سوريا عمل كذا سوريا عمل كذا تلاقي تغير النظرة النظرة للسوريين تغير حتى أنا شفت في أصدقاء كانوا معي من حزب الأخضر والحزب الأحمر قلبوا صاروا بالحزب الأزرق على الف بيو على الف بيو نعم طيب خلينا نعمل هيك أنا وأنتو نموذج الله هيك حطوا لها الكاميرا العامة بالله يا شباب هيك خلونا على الكاميرا العامة إذا بشيل هالمايك من عند عبد الحكيم وبشيل المايك من عندك بحطهم على جنب موجودين وبجيب مايك واحد بخليه قدام صورة بقولكم أنتو ثلاثة بكون تستعملوا بكون تحكوا بحسين كل واحد بقول يجي دوره بده يخطف المايك اللي عنده طيب يا أحمد طيب فيه مايكين مخطوطين على الطاولة ليش ما بتخلينا نستخدمه لا 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 هذول واحد فالقصد أنا محمد هذا اللي بدي وصل لعندك أنه ألا ترى أنه فعلا في مين عما يحاول عما يحاول يخلق مشكلة لتولد قصص معينة لحتى يراهن عليها لحتى ياخد مننا مكاسب معينة ألا وهي يعني باللغة الفصيحة والواضحة يعني في مين عم يترك هالناس هاي لا إقامات ما فيه اندماج حقيقي ما فيه ضبط حقيقي لهذه الأشخاص ما فيه استيعاب مثل ما قالت لك ثورة ما فيه استيعاب ما فيه شريحة حقيقية تستوعب إن كانوا من السوريين أو من الدولة طبعا السوريين أو يعني عفوا الجاليات يعتبر يعتبر بسؤوليتها متأخرة بقصد يعني البسؤولية الأولية هي للدولة برايك هل فعلا انت بتشوف إنه في مين عم يحاول يخلق يعمل فوضى أو يترك فراغ معين يعني أنا بحط لكم المايك ويلا وتعودوا تخانا وانتوا تلات علي مين بدوا يحكي فيه أول فكل واحد رح يعمل وأنا هلا دقت إيدي بهذا لا أنت كزا طبعا ليك الحلول موجودة عندك لا لا أنا ما في حال صح